النهاردة الاتحاد الافريقي قبل قليل قلص عدد المتسابقين او المرشحين باشماندس في الجوائز يعني قلص عدد المتنفسين على جيزة احسن فريفة افريقيا في العام 20-24 الى خمسة اندية فقط الاهلي والزمالك ونهضة بركان المغربي والترجة التونسي وماميلودي سانداونز الجنوب افريقي كانت بتضم القائمة قبل كده عشر اندية شال عشرة وسب خمسة دول اللي هيعلن منهم الخمسة دول اللي هيعلن منهم ان شاء الله تعالى احسن شال خمسة وسب خمسة اه فالخمسة اللي داخلين السبق في الجيزة اللي هتكون ان شاء الله في الحفل اللي هيقام في المغرب فيها الاهلي والزمالك بطالي الدور الابطال والكونفدرالية في نهضة بركان المغربي والترجة التونسي وماميلودي سانداونز الجنوب افريقي كمان لجيزة افضل لعب داخل القارة كان وصل لعدد عشر لعيبة قلصهم الى خمس لعبين فقط ما شاء الله منهم تلاتة مصريين والتلاتة منهم اتنين اهلوية حسين الشحات ومصطفى شوبير في القائمة ومعهم احمد سيد زيزو نجم الزمالك يتواجد في القائمة البوركيني اسوفو دايو لعب نهضة بركان والجنوب افريقي رونوين ويليامز لعب سانداونز في القائمة المختصرة اللي قلتلكه ضمت خمس لعبين فقط هيتم اختيار الافضل منهم في الحفل اللي هيقام في المغرب الشهر القادم ان شاء الله الاهل طبعا تواجد قبل كده ست مرات في جائزة الافضل في افريقيا كونه طبعا بطلا لدور الابطال ومتواجد في النهاية على طول هذه المرة مؤكد فيها منافسات لكنه مصطفى شبير وحسين الشحات وجود قوي انا الاول عز علق على فكرة الخمس اندية منهم نديين من مصر مصر الوحيدة اللي ليها نديين قائمة افضل لاعب الخمسة فيهم ثلاثة مصرية مصر اللي ليها ثلاثة مصرية كيف وصلت هذه المكانة لمصر ونتاج منتخباتها ها دي احنا شايفينها نتيجة شغل الاندية اللي قلناها ايوة الحلقة اللي فاتت ايوة اللي الناس عمالت تسفه من اداء الاندية المصرية ومن ادارات الاندية المصرية وليس ثمت نجاح الا من خلالهم